شغلة الثانية أو مثلا الشابتر رح يجي بيك عن دراج انفرميشن نحن دائما نسمع دائما نسمع دائما نحن نخربط بناتهم فهذا برضو من الأشياء اللي حن نتعرف عليها بشابتر اليوم اللي هو الفرموسيتك الكير شافين السيدات سارة؟ آه يس دكتور نحن بهمنا بعض الترمينولوجي اللي احنا حكينا إذا منرجع شوية للهيستوري starting from pharmacist being drug sealer dispenser clinical pharmacy patient centeredness بعدين فرموسيتك الكير بعدين ننصونا individualized medicine okay or precision medicine هاي المصطلحات كلها عم نتدرج فيها بالهيستوري وللو فعليا يعني كان فيه gap بين career of pharmacy والactual practice of medicine يعني كان ما فيه تداخل لحتى بلشت مصطلحات clinical شو يعني clinical يعني patient side يعني انت بتتعامل مباشر مع الpatient انت مش قاعد بصيدلية وبيجي بس مريض بتعطي I do know انت بتتفاعل مع الpatient you look to their labs you communicate معاهم فصالت المصطلحات الحديثة okay ensure our position among other medical teams لحتى انو احنا اثبتنا حانا as a pharmacist and we are playing a very key role بعملية شفاء المريض هذا الشابتر ما اللي بحكي عن philosophy of practice طبعا احنا مايش محتاج كفارماسيست نعرف لازم يكون عنا في philosophy of our profession في knowledge شفاء النالج انا بتلزمني كسيدلاني او clinical pharmacist اعرفه لحتى اقدر اتفاعل مع المريض في مجموعة من المهارات برضو بدع اعرف ايش هدوين موجودين عندي ولا في therapeutic relationship يعني ليش يسمى ليش مش personal relationship في patient medication experience في راشنال of process pharmacotherapy patient care process اللي همعنا documentation and reimbursement يعني اخر نقطة يمكن reimbursement يمكن مش كثير رح نخوض فيها بس هاي الاشياء او هاي الترمز احنا لازم اعرفها حتى اتأكد اعنى where i can مثلا fit more what kind of competencies انا لازم اتعلمها واتدرب عليها والمهارات اللسق الحالي فيها حتى اكون فعلا انا صيدراني قادر ان اطبق pharmacist care فان terms of philosophy يعني ايش فلسفة المهنة تعيتنا as pharmacist i'm pretty sure you all have different answers بس بالنهاية انه to improve patient outcome في انا set of standards في انا اخلاقيات المهنة في انا ضوابط المهنة الموراليتي the human touch الموجودة عند pharmacist كلها بتسخر in order to improve the patient care فهي الفلسفة تعيتنا طبعا انت بالفلسفة حتى الفلسفة تعيتنا تكون واطعة لاز تكون هي مسخر لخدمة patient ورضو مسخر لخدمة المجتمع اذا انت فيه من مسؤولياتك انه to serve the society اللي انت عايش فيها برضو انك تلبي needs and wants of your patient طبعا هل في اختلافات بين needs or wants ام تأكد الطلاب الاخد the marketing معانا they can differentiate between needs and wants in terms of social need if you try as a pharmacist تقدم افضل ما عندك if you have really adequate knowledge عندك المهارات الكافية you're gonna find out انه انت بتقدم المجتمع تاعك طب هوا كان مجر انه مين بقدر حكيلي انه كيف احنا منقدر نعرف انه we are really serving our community مين بقدر يعطيني هيك clue او اشي واضح او اشي بقدر اقيس او المس حتى احكي انه pharmacist not only providing patient specific services برضو بخدم المجتمع هي social need احنا منحاول انه to meet these needs مين حدا بقدر اعطيني امثلة الفلسفة تعتمي لازم نخدم patient والمجتمع كيف احنا نحاول نلبي needs and wants on patient needs اشياء كثير ضرورية بحتاج مثلا دواء ضروري ياخده ولا بصير عنده مش كويس للمرض او adverse effect او تراجع بال quality of life الوانس يمكن تكون في options more fancier يمكن المريض يفضل ياخد every six month rather than ياخذ حبي كل يوم هذا want okay مش more than of needs needs بحتاج الدواء بالنهاية social need اذا انت او social need if you look at the services اللي احنا منقدمها كفارماسيس احنا how we فعلا من ساعد المجتمع طالعنا ضلع على vaccination program pharmacists are involved ضلع على الحملات التعوي campaign awareness campaign smoking cessation breast cancer screening campaign التوعية الصحية obesity كل هالأشياء موجهة للمجتمع برضو ضغط والسكري عشان يزيد ثقافة المجتمع والawareness عندهم بالضبط مش بسيك احنا we can really figure it out انت لما تطلع على cost containment او cost saving من services التي نقدمها كيف نقدر نحسب بها تيج على مجتمع في pharmacist care او موجودين بهذا المجتمع بقدم خدمات احنا منتطلع اذا هذول الفارماسيز فعلا بقدم الفارماسيز الكير المزبوط يعني عندهم knowledge عندهم skills بحاول يتفاعل مع المريض بطريقة حديثة او modern services بقدم modern services من هاي services الحديث احنا اكيد انتم نمسك المريض يسأل their home medication المدكيش الحاليين من طابقهم بالامراض نعم reconciliation اذا في دواء unnecessary من شيله اذا في duplicate من شيله اذا في missing medication من رجعه او نحكي للمريض انه لطبيب انه هذا مريض عنده مرض معين بس ما في دواء عم بياخده اذا في overdose اذا اذا نتعامل بالطريقة هاي mtm medication therapy management في برضو warfaring clinic هاي من الخدمات احنا and control diabetes الناس عندهم امراض مزمنة مثلا ما في treatment واضحة او cured هاي الامراض هاي كلها من الخدمات احنا هلا اطلعوا مثلا اذا healthcare medical care اقدمت اطلعوا على cost saving اللي ممكن احنا نحصل عليها هون احنا نعرف ان جد we are trying to provide to offer our best services to provide optimal care وهذا الاشي رح يكون واضح من خلال cost saving احنا بنحكي عن expenditure billions of dollars لك اذا بالطبق reformer scale care نرجع ونشوف السجلات المستشفى re-add machine الناس يصار عندهم side effect الناس يصار عندهم المortility والmorbidity ما برضو المortility هاي loss ليش loss لانه بطل الشخص منتج او فقدنا منبر بالانتاجية تعيته المorbidity لنفس الاشي فهل cost saving هي على effectiveness of our services طيب احنا الاشياء التعريفات الثانية طبعا احنا لما نحكي عن patient centeredness يعني patient هم they drive our services يعني لو لوجود patient ما في physician ما في pharmacist ما في nurses ان patient هم في in the center of the service because everything بالنهاية لازم يصب في مصلحة المريض عشان نحكي patient centered practice في عنا برضو ايش يسمو care process care process من يسمي عملية care process انت you try to offer care بس لازم تمرك بعملية هاي العملية اللي بتتضمن انه جمع ذاتها من المريض اعملها assessment احط pharmaceutical plan احكي هذا المريض مثلا بده anti diabetics بده anti hypertension بده مثلا weight management لازم بعد ما اعمل plan لازم implementation اقدم الادوة بعد شهر اتأكد من ضغط من body mass index ادي اعمل follow up ارجع اعمل feedback ارجع اتأكد من البداية الcircuit data collection assessment plan follow up هاي اللي نسميها care process assessment care plan evaluation الى اخر ان order احنا to be able to provide promise care احنا فعلا لازم عنا set of knowledge set of skills كون في عنا علاقة مع المريض السميت الtherapeutic ما سمنا personal ايش تتوقع الknowledge لازم عنا يعني pretty simple and make sense لازم عنا knowledge بال pharmacokinetics بالpharmacetics بالdesage form احيانا we have to administer medication IV اذا patient عنده مثلا life threatening infection او meningitis او عنده سبس بدنا اعرف المناسب لازم تكون direct administration لهاي الادوية عن طريق الIV لازم عرف pharmacokinetics اذا الدواء بتأثر بالطعام او ما بتأثر لحتى to provide the best advice للمرض الفarmacology اصلا كيف بيشتغل ضروري اعرف انا ازا pharmacist كيف بيشتغلو ليش بد اعرف كيف بيشتغلو لحتى تأفود duplicate لحتى افود drug interaction اذا كلها المعلومات احنا منتكتسبها باول ثلاث او اربع سنين من الصيدلي او الحديث خمس سنين من الدكتور الصيدلي والسنة الاخيرة بتكون فعلا implementation of this knowledge هاي كلها معلومات مهمة فارماكو ثيرابي انو we learn medication and we learn disease we try to combine them together فارماكو نجي we know more about medications adversive ميكانزم كيف بيشتغلو او او اذا منحك عن set of skills ايش تتوقع على سكون في عندي skills خد انك تستخرج معلومات فارماكو ثيرابي problem solving عندك مريض عنده ضغط سكري عنده الالرجي الانتي هايبر تنسف معين عنده انفكشن how I can solve this problem لازم قسمهم acute chronic I have to prioritized فالcommunication skills من اهم skills اللازم يكتسب السيدين قدرته تكمنicate الcommunication enable you to make خليحكي health environment good relationship مع المريض you can extract more data من المريض you can connect data you can help the patient انه يسترجع معلومات ناسية يمكن يحكي او انا قبل خمس سنين اخذت هذا الدوع عمل الحساسية انا قبل عشرة سنين عملت عملية معينة اذا قدرتك على communicate is very important in counseling retrieving information evidence based medicine ايش ال skills بموضوع evidence based medicine ال skills بموضوع evidence based medicine انه احكي which medication is much better or superior to other اعطيتك مثلا مثلا pepper salin against one of the aminoglycosides towards cedomonas eriginosa كيف بدي احكم اطلع على handbook اللي معي اطلع على slide ولي حاول انه to provide evidence based medicine والمخصوب evidence based medicine ارجع literature اشوف شوف عندي هذا التعلم المحاضر الجاي اشوف شوف عندي articles supporting مثلا pepper salin articles supporting aminoglycoside بعد اعمل evaluation هذو articles بعد اشوف حجم العينة اللي اشتركت بهذه articles يمكن articles العملت على 100 مريض article الثاني عملت على 20 الف مريض اذا انت لازم تستخلص المعلومة المبنية على evidence الواضح therapeutic relationship مع المدد ليش personal relationship لان العلاقة بالtherapeutic هي مبنية على هدف واحد انه بالنهاية outcome تاع patient لازم انا والpatient حريصين ان فاذا عندك انت therapeutic relationship مبنية على mutual trust على open communication cooperation هذا فعلا راح يسهل عليك عملية decision making وحيحسن the trust بينك بين patient وحيحسن برضو outcome المريض راح يحكي لك كل الأشياء بصير مع كل data اللي انت بتحاول تحصل عليها understanding patient medication experience this is one of the most important topic انا بحتبره بعصرنا الحالي انو هلا احاول نفهم كيف بيشتغل medication we try to understand pharmacotherapy pharmacokinetics حاول نفهم ال أدوى الجديدة كيف تشتغل بص احنا فعليا we are not trying to understand patient perception experience دعو حتى لو دعو 1000 دينار وال patient having very bad experience مع هذا الدعو ما استفدت فأنا بهمني عرف patient experience regarding some medication how they feel about them هل بيشعروا انهم مهمين هل بيشعروا انهم they change the quality of life هل بيشعروا انه هذو الأديو ما بيقدر استغنوا عنهم أو ما بيصير في ما بيصير يعملوا missing ووقفوهم بدون استشارة للطبيب patient experience مهمة في عملية الفامس تكالكير طيب patient description of medication experience طب حدو كلهم إذا patient عنده concern معناة experience مش كويسة إذا patient understands drug therapy عنده معرفة كامية بالدواء معناة هو he's really having a good experience he's trying to know more about the medication patient يمكن patient يكون عندهم attitude يحكي هذا الدواء مثلا ما رح يساعدني أن شفى من مرتاعي لسبب لصدا بيقلل مثلا بعض القدرات اللي عندي هاي الاتitude إذا كانت مجويا عند patient ما رح يكون adherent وcompliant على الأدوية تعونه إذن هاي النقطة دائما احنا متجاهلها we need to understand كيف patient بشعروا regarding إذا أرفنا كيف patient experience بالmedication عمسي قضي نحدد بيسموها medication taking behavior إنه ليش الناس أحيان الناس لقي عنده 4-5 أمراض نزمن يسألوا أخذت الأدوية بيحكي لا مش شاعر هم مهمين I always miss a dose I don't feel I don't care about my medication بسافر ما بياخدهم إذا نسي دواء بتعاجز ياخدها إذا بذكرها بسرعة إذا medication behavior I can understand it why they behave this way إذا كان experience مثلا كويسة positive or negative لكن دام الناس تلاقي عندهم positive أو great medication taking behavior بلتزموا بالوقت بالنصائح بالإنستركشن تلاقي عندهم experience جيدة وحيانا الإيكس بيانس مش ضروري إنه الدواء يكون شغال 100% صحيحانا إنت لما تقدم دواء للمريض وتحكي له common side effect وتحكي له serious side effect وهذا المريض يواجه بعض common side effect he is not going to give it up ما رح يحكي بديش أخذ هذا الدواء لا وبالعكس ورح يتأكد إنه حكي الصيدلاني صحيح ورح is gonna keep taking هاي medication هذا إيش رح يحس من experience تعيته طيب the current medication record إحنا as a pharmacist we always need to check medication history من allergy شيء كان يخذ أدوية ليش بهمنا medication history simply to avoid the medication اللي لم يشتغل عند المريض أو medication اللي 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 patient عنده bad experience معه إذن بهمني أنا عرف medication history فرض بهمني عشان ما سي في duplicate بالmedication اللي بد يطلع المريض عليهم من المستشفى والmedication ماش عليهم بالبيت فالموضوع أنا بد أوقف بصراحة يعني كل الموضوح هذا is very interesting يعني إذا بنحك عن الفرماكو ثرابي work out فرماكو ثرابي is a logic thought process that guide the work and decision as a clinician assist the patient drug related needs and identify drug therapy بهم نعمل بلد work up نحن بلد بلد work up انت يت trying to identify everything بلد CBC YBC همغربين يحن pharmacotherapy work up is very similar trying to understand patient acute and chronic conditions their assessment the drug related needs بحتاج هذا المريض نقسم كل problem لحال acute chronic حتى كل condition حاول to meet the needs for that condition من drug أو non pharmacology حتى بنهاية patient يحصل على كل احتياجات الصحية طبعا احنا هاي التعريفات again هي تعريفات pharmaceutical care تذكر حكينا في indication في effectiveness في safety and في age في يعني patient is complained the patient is complained yes hello دكتور كنت أحكي المكون الرابع هو الادهيرن السبع الpatient بالضبط patient is compliant أو adherent أو concordance برضو safety effective need نقدر نضيف فعليا تعريف drug related needs اللي هم pharmaceutical care during pharmaceutical care هاي الاربع اشياء اللي انت ي need to make sure you fulfill the indication موجود الدو عم بيشتغل ما في عراج جانبية البريض عم بيأخذ by doing so انت you meet the drug related needs لكل condition مش لكل condition you have to do this process with the patient patient care process as it's a process احنا دائما بهمنا to collect information why we need to collect information بينا collect information من past history medication history current medication ال allergy lab result لازم عرف عن كل شي لان we don't look alike حتى لو انت اخوك او 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 نفس ال condition we don't look alike احنا ما بنشبه بعض when it comes to medication or pharmaceutical care كل مريض تعمل معه ك different separate person تعطيه ال plan لازم اجمع as much information as possible حتى اعطيه the most tailored medication assessment developed complete into you collect data you assist this data تعمل care plan حسب condition acute chronic drug whether gonna treat this condition effective المريض رح ياخده المريض ما عنده polypharmacy حتى اعطيه دواء مثلا خمس مرات باليوم اعطيه دواء once a day or twice a day or once a week it could be much better once a month if the mريض عنده polypharmacy this is how patient care process circulate من assessment care plan evaluate it goes back and forth حتى اضمن ان patient is responding patient having a great outcome بالنهاية هذا كل راح نعكس على clinical utility and their experience لهذه المedication فما بدنا ندخل بالتفاصيل هي more of تعريفات طبعا احنا اخرش لما نحكي عن documentation why you think we have to document everything patient visit لازم نعمل documentation فقوصاته past visit شو صار فيها لفقوصات لازم why do you think it's important to document ايش اتفاقت مع المريض الدول لازم اعطيها وطلعوا عليه بعمل documentation ليش التوقع it's very important to document why you need to avoid errors or overcome barriers avoid errors حتى اخذ فكرة يمكن المريض يتغير عفوا يمكن الطبيب يتغير تاع المريض يمكن المريض يدخل عندي unconscious فلازم اعرف ان documentation شو الاسياء رتاعه شو الاسياء اللي encounter مع هذا patient okay يمكن avoid errors or medication برضو يمكن ايبو such procedure يمكن المريض ماشي على blood thinner وعند ه مثلا surgery within 24 hour ما بقدر عطيه surgery لازم عملها post بون لازم اعجلها okay سو تعطينا لمحة documentation بحميك انت از هد ك professional برضو بحمي حقوق المريض okay so documentation is very important في عملية الفارمس بتوفر جهد بتوفر الوقت برضو انت بتحمي حالك و it's gonna be very easy to retrieve any piece of information لتعرف ليش مريض ادخل قبل شهر يعني عطيكم مثال هلا افرض انك شاكت على مريض وعنده سكري وطلع لهم مقلبين A1C تاع وتسعة what do you think about تسعة عالي ولا واضي عالي دكتور مين بيحكي عالي انا طب do you think تسعة كويس ولا مش كويس انا الصراحة مبين انه مش control okay بس انا يا سارة بس نطلع على تسعة هلا لو حكيت قبل شهر او قبل ثلاثة شهر المريض كان بالمستشفى وكانت قراته خمستعش واليوم انت شيكت تسعة is it good ولا لا قوي قوي اه قبل شوية ما كانت كويس اذا بعطيك بعطيك an idea البيش كان كان controlled adherent to medication following the instruction عم بستجيب للأدوية so it's always very important to document كل اشياء liability شو يعني المسؤولية ممكن المريض يشتك عليك يحكي لك انا ما عطيت الدول مناسب لكن متكون انت كاتب بناء على الفعوصات تعون بناء على البيزة بناء على الالرجي профile انت هون بتكون حمية حالك هدا عنده اي سؤال على هذا التشابتر طبعا النكس التشابتر انشاء الله المرة الجارح بيكون امتع هو بيحكي عن منين انا اجيب الـ بدي حاول قدامكم افتح الليترات وافرجيكم كيف نستخرج الارتكيز او اي موضوع بختر عباكم كيف نقدر بخلال دقائق نعرفه ونعرف شو يعني افتح مدس حدا عنده اي سؤال قبل ما نغادر بس خلينا اخذ اسمحت حضور الغياب خلي فهلا تقدر تغادروا شكرا كثير ع حضوركم ان شاء الله بنشوفكم قريبا اه وعم تحانكم يوم الاحد احنا انتفقنا وان شاء الله اه اه بنقدر اذا حابين تعمل محاضة مراجع انا ما عنده مشكلة بس خبروا لنا وان شاء الله احنا وكان بنقدر ننسق اوكي امامي اعطيك العافية دكتور اعطيك العافية